اصطفى الآلاف من اللبنانيين في مونتريال في طوابير طويلة للإدلاء بأصواتهم من الخارج في انتخابات الخامس عشر من أيار مايو الجاري حماس واضح على الكثيرين النقيمين على الطبقة السياسية الحاكمة التي أشبرتهم على مغادرة الوطن ويأمل التغييريين في قلب المعادلة ويكسب غالبية الأصوات في المجلس النيابي اليوم بكل عائلة في عالم ما بحياته نصوته اليوم جايين ينتخبه وهول العالم بأغلبيته نساحة جايين ينتخبه التغيير لحتى يعملوا معارضة حقيقية لأحزاب الطوايف اليوم في شرخ بكل عائلة في أولاد بدون يصوتوا للتغيير وفي أهل يا عم بيقترعوا من أولادهم يا بعدهم عم بيصوتوا لنفس الأحزاب ومنا مشكلة نحن معاولين على الأكترية الصامتة أنه اليوم تتحرك من أجل لبنان صرنا من الصبح من الساعة سبعة ونصف اللاين أب معا بوقف الشيء اليوم كتير مهم وانتخبات كتير مهمة اليوم لأنه بنعتبرها هيدي أول ستاب لنقدر نوصل لبلد أحسن وبلد مدقدم أكتر وانتخب 60% من المقتربين في 48 دولة وفي مونتريال قام 9648 ناخبا بالاقتراع وبلغت النسبة حوالي 67.47% وفق أرقام أولية نقلتها وسائل أعلام لبنانية وهذه هي المرة الثانية التي يتمكن فيها اللبن من المشاركة في العملية الانتخابية من الخارج بعد انتخابات 2018 لكن لبنان هذه المرة يمر بأزمات أعمق منذ قبل ولذلك فإن تصويت المغتربين هذه المرة كان مغموس بحرقة كبيرة نجيين بركة منقدر نغير نسترجع الموالنا المنهوبة الله لا يوفقون ولون عين يترشحوا كمان من جديد ولون عين يفكرين حالهم حيكسبوا هالفزدين السفلة هذا كتير مهم هون وباللبنان نصوت كل واحد بده يصوت الخطة لشو بيقتنع فيه بس إذا واحد بده تديق جناعة وبده يزبط المنظومة ويحسبها فيه بس فريق واحد عبيعملها يعني معروفة بيتهبوب كتير إشي بس فريق واحد عبيعملها لكن من بره بيكون فيه عاطفة أكتر وبيكون فيه إذا بدك حنية أكتر وبيكون واعية أكتر كمان ما فيها الضغط المالي والنفس اللي موجودة عنده باللبنان لأنه هونيك عندك مال انتخابي عم بيصير ضغط نفسي ضغط بالعيلة الوحدة أو إيتي ما بتضيعها بالمنطقة الوحدة هون عندك حرية تقرر انت شو بدي وشو بدي تعمل المختربون في مونتريال وقفوا بوجه الطبق الحاكم أمس آملين بمساندة ذويهم وأبناء وطنهم لنشلهم من المعاناة اليومية المتواصلة من أمامي إحدى مراكز الاقتراع في مونتريال فرح مصطفى أمني نيوز ترجمة نانسي قنقر